اجتماعات مكثفة تجريها الكتل السياسية لحسم الرئاسة المتبقية والاثنين المقبل موعد لترحي مرشح رئاسة الوزراء قبيل توجهه الى السعودية الكاظمي يؤكد ان المؤتمر جدة لا يناقش التطبيع مع الكيان الصهيوني والبيئة والمياه والطاقة ابرز الملفات بعد ادائهم مناسك الحاج حجاج بيت الله الحرام يعودون الى ارض الوطن والخطوط الجوية العراقية تستنفر امكاناتها حياكم الله وجمعة مباركة البداية من المشهد السياسي والحراك الجاري لتشكيل الحكومة القادمة حيث كشفت مصادر عن عزم الاطار طرح مرشح رئاسة الوزراء خلال اليومين القادمين في الوقت الذي تستمر الحوارات مع البيت الكردي لحسم موقفهم من مرشح رئاسة الجمهورية ومع اصرار الحزبين على طرح مرشحين منفردين يذهب الاطار صوب طرحهما في البرلمان كما حدث في 2018 اذا لم يحسم الفرق امرهم الى ذلك كشف الاطار التنسيقي عن عقد الاجتماع المهم له لحسم تشكيل الحكومة الاثنين المقبل وقال نواب في الاطار ان الاثنين المقبل او بعده سيعقد اجتماع مهم جدا لقادة الاطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة القادمة مؤكدين بان الاجتماع ستصدر عنه سلسلة قرارات هامة وفق توقعاته مضيفين ان المرونة العالية هي الميزة التي ترافق مشاورة الاطار التنسيقي في ملف تشكيل الحكومة وحسم كل النقاط العالقة واكد نواب في الاطار انه ستطرح ثلاث اسماء لمنصب رئيس الوزراء وسيجري التوافق على احدهما مع او من اجل عرضه على بقية الفرقاء السياسيين حراك سياسي غير مسبوق هو ما تشهده ساحة المشهد الحالية من اجل انضاج الحكومة القادمة التي تتسارع بوادر تشكيلها في الايام القادمة واستدعوات لفرز الاخطاء وتصحيح المسار لبناء تجربة جديدة على الرغم من استمرار الشحن السياسي لان بوادر حل الازمة تبدو قريبة بحسب مراقبين فالتوقعات تشير الى امكانية ان تشهد فترة ما بعد انتهاء عطلة العيد اختيارا لرئيسي الجمهورية والوزراء لا سيما بعد قرب وصول الكتل الكردية لا حسمي مرشح الرئاسة واتفاق كتل الاطار التنسيقي على شكل الحكومة القادمة والمتبقي هو طرح المرشح المقبول والقادر على قيادة المرحلة هذه الايام اعتقد هناك اجتماعات لاختيار رئيس الوزراء وهذا مرتبط باختيار قبلها اختيار رئيس الجمهوري حتى يكلف رئيس الوزراء بتشكيل المهمة طبعا مهمة صعبة وليس السهلة كما يعتقد البعض اختيار رئيس الوزراء وبرنامج الذي يجب ان يتوائم ويتلائم مع متطلبات الشعب اليوم حسب تصريحات الاطار التنسيقي وقادته الحكومة حكومة خدمية الحكومة الخدمية تكون بتماس مع هموم الشعب مع مشاكل الشعب ومتطلبات الشعب تشكيل حكومة خدمات ببرنامج حكومي قابل للتطبيق ويعبر بالبلاد من دوامة الازمات هو ما يؤكد عليه كثيرون كون البلاد تعيش تحديات اقتصادية وخدمية وبيئية خطيرة تحتاج إلى حكومة قوية تعيد ثقة المواطني بالعملية السياسية مسؤولية جدا قوية على طار التنسيقي يجب أن يكون دقيق في اختيار رئيس الوزراء المقبل والإسراء باختياره لأن هناك أحتك الترقب وهناك من يحاول ثارة الفتن في الشارع العراقي وهناك من يحاول سكب الزيد على النار لذلك يعني ظهرت بعض الأصوات التي تنادي وهناك بين هناك اقتطال داخلي وبعض التسريبات وبعض التسجيلات المفوركة وبعض وبعض وبالتالي على اللطان التنسيق حاليا أن يكون دقيقا باختيار رئيس الوزراء وأن يسرع في تشكيل الحكومة الإراقية واختيارها بدقة فيما يتحتم على الكتل السياسية تكثيف الحوارات واللقاءات للوصول إلى حسم تشكيل الحكومة المنتظرة بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية مع همية دعمها سياسيا لتتمكن من تقديم ما يصب إليه المواطن والمهم عند المواطن هو الخروج بحكومة قوية تحقق الخدمات وتخرج البلاد من دوامة الأزمات فحجم التحديات يحتاج إلى حكومة بإرادة قوية ومدعومة سياسيا لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد موسيقى 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 وخلال خطبة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد دعا سيد مقتدى الصدر إلى تشكيل الحكومة وفق شروط وضعها وتل الخطبة نيابة عنه الشيخ محمد أو محمود الجياشي الذي دعا إلى إخراج القوات الأجنبية وعدم العودة إلى المجربين سابقا في الحكومة القادمة إذا أرادوا تشكيل تلك الحكومة فعليهم قبل ذلك بالالتزام بما يلي أولا إخراج ما تبقى من الاحتلال بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية وهذا أول حقوق الشعب أن يعيش حرا مستقلا بعيدا عن الاحتلال وبنوده وترساناته وتدخلاته كلنا سمعنا مقولة المجرب لا يجرب وأردفناها بالشلع قلع فلا تعيد المجرب فإنه سيستمر بغيه فلا نريد أن تعاد المأساة القديمة ويباع الوطن للحديث أكثر ينضم معنا في المرصد الخبري المحلل السياسي حيدر عرب حياكم الله واجمعتكم مباركة حياكم الله حياكم الله كيف تقرأ الحوارات الجارية أستاذ حيدر وهل سيتم فعلا تشكيل الحكومة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك سيدة كريمة وقناعتكم ومشاهدكم الكرام اعتقد انه بعد التغيير والحرك السياسي الى خير وتعديدا بعد السحاب الكتلة الصدرية من المشهد السياسي والمشهد النيابي العراقي أصبحت بشكل واضح وشكل جلي ان الكتلة الكبيرة هي كتلة الاطار التنسيقي وبالتالي اعتقد ان المبادئ التي اعلن عنها الاطار التنسيقي بقضية وآلية تشكيل الحكومة العراقية وضرورة أن يكون هناك اتفاق ما بين القواء السياسية وبالتالي هذا الاتفاق أعتقد أن الإطار التنسيقي استطاع أن يشكل لجنة خاصة أنا حسب قراءتي ومتابعتي المشهد السياسي أنه نجحت هذه اللجنة حقيقة بتقريب كثير من وجهات النظر ولا سيما الأخوة الكرد الذين كانوا يفتلفون بشكل واضح وشكل كبير جدا وكانت حق العقدة التي كانت تحيل دون أن يكون هناك أو تشكل حكومة عراقية هي انتخاب رئيس الجمهوري العراقي وبالتالي أنا أعتقد ومن خلال التصرحات التي خرجت من الأخوة الكرد أن هناك تقارب في وجهات النظر بضرورة أن يكون هناك الاتفاق على شخصية توافقية ما بين الحزبين الرئيسيين وإن لم يستطيعوا حقيقة بالوصول إلى هذه النقطة أعتقد أن الإطار التنسيق قد حزم الأمر بضرورة أن يكون هناك مرشحين وبالتالي يحسم الأمر داخل الفضاء الوطني وداخل مجلس النوام العراقي هل ستحسم هذه الأمور في أسبوع واحد؟ هل يمكن لذلك؟ أنا أعتقد لا نحتاج إلى أسبوع وإنما نحتاج إلى أيام فنرجع بالتاريخ إلى عام 2018 عندما حسمت قضية رئيس الجمهورية حسمت قضية رئيس الوزراء خلال دقائق لا تتعدى يمكن 18 دقيقة مباشرة تم تكليف السيد عادل عبد المهدي أنا أعتقد الآلية التي وصل لها الإطار التنسيقي بكيفية وآلية اختيار رئيس الوزراء ولربما سوف يعلن أسم وشخصية رئيس الوزراء المرشح للكتة الكبيرة خلال اليومين القادمين ما بعد أطلة العيد يعني قد يكون بكرة أو بعد بكرة سوف يكون هناك إعلان لهذه القضية وقضية رئيس الجمهورية هي مناطب بالاجتماع الأول لمجلس النوام العراقي أنا أعتقد الأغلبية هي حاصلة ومتوفرة أغلبية الثلاثين في هذه القضية إذن بما أنه جميع حقيقة الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة العراقية قد أصبحت واضحة للعيام وبالتالي أنا أعتقد الأسبوع القادم يكفي للقوى السياسية باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراق أستاذ حدر هناك مخاوف من تسويف الخطوات وتمديد المباحثات هل الوضع الحساس اليوم يحتمل المزيد من تأجيل الاستحقاقات؟ أنا أعتقد أنه الوضع الشارع الإراقي تحديدا لا يحتمل التأجيل باعتبار هناك كثير من الاستحقاقات أولى هذه الاستحقاقات هو الاستحقاق الاقتصادي والمالي للمواطن العراقي باعتبار تأخر الموازنة العراقية تأخر أيضا الصلاحيات المناطقة باعتبار هناك الكثير من الإجراءات نحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات لاتخاذها كثير من المشارع كثير من الاتفاقيات تحتاج تمرها صلاحيات حكومة كاملة وبالتالي أعتقد هي ليست فقط الموازنة إنما الرؤية الاقتصادية للمجتمع العراقي والوضع الاقتصادي العراقي تحتاج حكومة كاملة صلاحية وبالتالي إذا ما أجلت أو عطلت هذه القضية أنا أعتقد من يرغب بالتعطيل هو يرغب بحقيقة سحب الشعارة العراقية أو سحب الدولة العراقية إلى صدامات معينة أو إلى حق التخريب بوجهة نظر حالة معينة إذن على القوى السياسية أن تنتبه إلى هذه الحالة وأن تعمل بشكل جدي وبشكل حقيقي أن تنتبه هذه مفردة مهمة جدا أن تنتبه طيب هل تعي الكتل السياسية مدى خطورة ومدى التحديات في الشارع العراقي اليوم ورسمت خططها على هذا الأساس؟ علينا أن نفرز أولا هناك قوى سياسية أعتقد هي واعية جدا بخطورة الموقف السياسي إذ ما كان الموقف السياسي إذ ما كان نيابيا أو سياسيا أو حتى شعبيا أو حتى الإقليمي اعتبار أن الوضع الإقليمي أيضا وضع حساس جدا وخطير جدا هناك كثير من الأطراف التي تحاول أن تجر العراق إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي هناك بلدان تحاول أن تنشئ حلفا عسكريا لربما يوجه هذا الحلف باتجاه محورا معينة وبالتالي الوضع الأمني والوضع الاقتصادي أيضا باعتبار الحرب الروسية الأوكرانية إذا ما استمرت أكثر من هذه الفترة لربما سوف يكون هناك ظلال هذه الحرب يكون عواقبها كبيرة جدا إذن نحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات من أجل أن تتخذ إجراءات اقتصادية حقيقية بهذا الجنب وكذلك إجراءات أمنية حقيقية إذن هل الكتل السياسية وضعت هذا بعين الاحتمال؟ أنا قلت لك هناك اتجاهين وهناك رؤيتين هذه الرؤية لأغلب القوى السياسية وهناك قوى سياسية لربما هي تحاول أن تعرقل هذه القضية لنقاط كثيرة أهم هذه النقاط أنه إذا ما تم عرقلت حق تشكيل الحكومة العراقية وبالتالي يكون هناك ضغطا شعبيا من الشارع العراقية يضطر هذه قوى العراقية التي تحاول أن تشكل الحكومة العراقية أن تعطي تنازلات للأطراف الأخرى وبالتالي الأطراف الأخرى هي تحاول أن تأجل أو أن تعطل تشكيل هذه الحكومة من أجل أن تحصل أكثر أو أكبر كم من التنازلات من من يحاول تشكيل الحكومة العراقية ورفع شعار حكومة خدمات وبالتالي كيف أن أستطيع أن أقدم الخدمات إن لم تكن هناك حكومة كاملة الصلاحيات فأنا أعتقد يجب أن تنتبه القوى السياسية إلى هذه القضية وأن تمضي بقرارات شجاعة باعتبار نحن كم متابعين لشأن السياسي وصل لنا معلومات أن الإطار التنسيق هو حلفائه المقربين الذي خاضوا معه تجربة الثلث الضامن في هذه القضية قد وصلوا إلى مرحلة الثلثين أو أغلبية الثلثين وبالتالي يستطيعون أن يمرروا هناك هذا مجتمع مرتقب نعم لديهم القدر أن يمرروا هذه الحكومة لكن لا ينتظروا حقيقة الآخرين أو أهواء الآخرين أن يأتون أو لا يأتون وبالتالي عليهم أن يحزم الأمر في هذه القضية وأن يقطعوا طريق أمام من يحاول أن يضع حقيقة العصة في حق الدولات الأستاذ حيدر عرب شكرا جزيلا لحضوركم اليوم شكرا لك وزير التخطيط خالد بتال النجم يؤكد أن الحكومة العراقية تسعى لتنويع مصادر الدخل ودعم البرنامج التنموية وكالة الاستخبارات تعلن عن ضبط 290 قادفة وأكثر من 30 هاوناً تابعاً لعصابات داعش الارهابية في سامرة قوة من الحجد الشعبي تتمكن من الإطاحة بأحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء شرقي محافظة الأنبار وزارة الصحة تسجل 3088 إصابة بكورونا وتعلن تسجيل حالات شفاء بنسب مشابهة يشارك العراق في القمة السعودية حيث سيمثله وفد يرأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القمة السعودية التي سيحضرها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني وقادة من مجلس التعاون الخليجي ستناقش عدة عدد من الملفات الاقتصادية والبيئية وملف الطاقة في المنطقة هذا ووصل قبل ساعات الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية للمشاركة في أعمال القمة فيما توجه الكاظمي قبل قليل إلى المملكة للمشاركة في القمة أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن السعودية أو مؤتمر السعودية سيتناول ملفات التعاون الاقتصادي والتحديثات التي أفرزتها جائحة كورونا وأزمة الأمن الغذائي والتغير المناخي الكاظمي قال خلال لقائه عددا من الصحفيين والإعلاميين أنه سيركز على ملف المياه والمتغيرات المناخية والشراكة في موضوع الطاقة والربط الكهربائي وكذلك الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة وتابعة أن الاستراتيجية الأمن والدفاع أصبحت الصحة والتعليم والصناعة ومن غير المعقول البقاء على استراتيجيات مبنية على أوهام وسوء الضن والابتعاد عن المشتركات الثقافية الكاظمي لفت إلى أن الموقف أو موقف العراق من القضية الفلسطينية ثابت وواضح وأن العراق ليس ضمن أي محور أو محور تحالف في المنطقة وهو يحافظ على سياسته المتوازنة مع جيرانه ومحيطه منطلقا من مبادئه الوطنية والإنسانية وقال رئيس الوزراء أن العلاقات والمصالح المشتركة هي التي تقدم مشاريع لمعالجة البطالة والتصحر والبيئة ومثل هذه المشاريع بحاجة إلى التعاون مع الآخرين وأكد أن العراق اليوم من أكثر الدول المتضررة من التغير المناخي وهناك حاجة إلى مساعدة الآخرين أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح محمد أن العراق سيفتح ثلاث ملفات مهمة في قمة السعودية التي ستعقد في مدينة جدة وقال صالح أنه لا يوجد اليوم ملف يفوق ملف الاستراتيجية الأمن المائي والغذائي للعراق كمتلازمة وجودية وتسهم في أمن الغذاء في العراق ومن ثم العالم وأضاف أن ملفي الغذاء والمياه سيكون لهما الأولوية في طروحات العراق بالقمة لكونهما يتعلقان بحياة الشعب العراقي ولا يعلوهما أي ملف آخر وبشان ملف الطاقة أكد صالح أن سياسة الطاقة العراقية كذلك تمثل أساسا حيويا في استقرار احتياجات ماكينة الحياة الاقتصادية في العالم على الرغم من أهميتها كرافعة مالية لتمويل التنمية الاقتصادية في البلاد أكد مراقبون أن القمة الإقليمية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية هي فرصة يمكن أن يستثمرها العراق من خلال توثيق التعاون العربي الاقتصادي فيما دعا آخرون إلى بحث الملفات التي تخدم المصلحة الوطنية تقرير حسين ياسين أصدعون إيجابية قويلت بها مشاركة العراق في قمة السعودية لا سيما وإنها ستناقش العديد من القضايا كالطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد والبيئة والتي من الممكن للعراق الاستفادة من خبرات البلدان المشاركة في القمة والتعاون معها للخروج بمحاصلة ذات أبعاد إيجابية على العراق هذه القمة مهمة ومشاركة العراق مهمة جدا من خلال توثيق التعاون العربي والتفاهمات العربية ووضع استراتيجيات لأمن المنطقة وكذلك الجانب الاقتصادي سيكون حاضر في هذه القمة من خلال التبادل وتبادل المشورة وتبادل الخبرة ووضع السياسات العامة للحفاظ على هذه المنطقة وإبعاد هذه المنطقة عن السلاعات الدولية أما القراءات الأخرى لانعقاد هذه القمة فقد ركزت على أهمية أن يكون العراق لاعبا أساسيا فيها ومواصلة التزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الخارجية وحفظ المكانة الدولية للبلد مع التمسك بمبدأ الاعتدال والابتعاد عن سياسة المحاور حضور العراق فيها يجب أن يكون حضور فاعل يجب أن يستثمر العراق هذه القمة لبحث الملفات التي تهم الشعب العراقي لا أن تكون هذه القمة قمة يعني تعقد كما كانت القمم السابقة تعقد دون أن تحقق أي شيء للمنطقة وخاصة العراق العراق الآن يمر بظروف يعني تحديات كبيرة أمنية واقتصادية وتأتي مشاركة العراق في القمة تلبية للدعوة الرسمية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية إضافة إلى مشاركة دول مجلس تعاون الخليج العربي وقادة كل من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية ومع أهمية الملفات التي من المرجح أن تناقشها قمة السعودية تأمل مختلف شرائح المجتمع أن تنعكس نتائجها إيجابيا على الواقع العراقي حسين ياسين الفرات بغداد ترجمة نانسي قنقر شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أن مؤتمر جدة الذي سيؤقت في السعودية ليشهد مناقشة ملف التطبيع وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد قبيل سفره إلى السعودية لحضور قمة جدة إن مؤتمر جدة سيناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي باعتباره التحدي الأكبر في العالم والمنطقة والحديث عن مناقشة ملف التطبيع غير صحيح إذ أن هذا الموضوع ليطرح مطلقا فيما يخص التحالفات ذكرت لكم قبل قليل لا يمكن العراق يكون أي محور لأي تحالف أسكري أو محور آخر وكذلك لا يمكن العراق أن يكون منطلق لتهديد أي أحد من دول الجوار لن نسمح لأي طرف أن يكون عراق منطلق لتهديد جيرانه أو لخلق مشاكل عن طريق استخدام أراضيهم ما غير مسموح بالمطلق وفي معرض رده على سؤال مراسل الفرات حول لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد الكاظمي أنه سيبحث مع الأمريكان ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الاستراتيجية في الثقافة والصحة وغيرها من الملفات نشاهد دولة الرئيس الحارف محمد من قناة الفرات سيكون لديكم اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ما هي أبرز الملفات التي سيتم طرحها في هذا الاجتماع وما هي أبرز النقاط التي ستناقشونها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف نتبحث مع الأمريكان فيما اتفقنا عليه في اتفاقية استراتيجية من تنشير اتفاقية في مجال التعليم والثقافة والصحة والمجالات الأخرى في التنعكس على الوضع الاقتصادي يوصل مطار بغداد الدولي استقبل قوافل الحجاج العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة وقال المسؤولون في المطار أن عملية عودة الحجاج تسير بانسيابية عالية على الرغم من كثرة الرحلات القادمة من المملكة العربية السعودية وأضاف المسؤولون أن إدارة المطار وشركة الخطوط الجوية العراقية استنفرت كل طاقتها من أجل تسهيل عودة الحجاج إلى أرض الوطن في المقابل ثمن الحجاج دور الخطوط الجوية العراقية في تسهيل عودتهم إلى البلاد نشكر الخطوط الجوية العراقية على نقل الزوار وما شوفنا بس الخدمة جيدة وكان خدمتهم كل جيدة الحمد لله والشكر الرحلة كانت في وقتها أكملنا مناسك الحج بيسر وراحة تامة إن شاء الله تعالى اليوم عودتنا كان من الديار المقدسة وصلنا إلى بغداد كانت تأخير قليل في الرحلة الحمد لله لكل وصلت سالمين أشكر الخطوط الجوية العراقية وكل الهيئة الحج والعمرة على الخدمات التي قدموها الطبية والغذائية وكل متطلبات الحاج طلعنا من بغداد الحد ما رجعنا احنا كلها خدمات متوفرة والحمد لله والشكر وشكرا جزيلا على هذه الخدمات الآن ننتقل معكم مشاهدين إلى ملف السوشال ميديا إذ رحب كتاب رأي في مواقع التواصل بإنشاء وزارة الداخلية منصة لمحاربة الشائعات وإيضاح الحقائق بعد إن اعتبروها ظاهرة قد تجر البلاد إلى منزلقات خطيرة عن هذا المشهد يغرد الكاتب عباس البخاتي في تويتر قائلا مفارقة عجيبة أن يجتمع تدني الوعي المجتمعي مع تطور هائل بوسائل إنتاج الأكاذيب وضخ الشائعات ليبقى المجتمع رهينة لإدارة أو لإرادة التفاهة والفوضى ما ينقل عن تصدي وزارة الداخلية لهذه السلبيات عبر إطلاق منصة أو منصات لتفنيد الشائعات وفضح الأكاذيب خطوة تستحق الإشادة والمساندة عسى أن تحدى من تلك الظاهرة وأيضا يقول الكاتب الإعلامي محمد حسن الساعدي في تغريدته مع إعلان وزارة الداخلية العراقية إطلاق منصة لتفنيد الشائعات وملاحقة مروجيها بات من الضروري على وسائل الإعلام كافة توضيح مخاطر هذه الشائعات على استقرار البلد ومحاولة جره إلى منزلقات خطيرة وتوترات بين أبناء الوطن الواحد ويكمل بالقول لذلك لا بد من وقفة جادة أمام هذه الظاهرة ومنع تفشيها مجتمعيا وفي فيسبوك نشر الإعلامي عمار العامري تدوينا يقول فيها ما يعيش أو يعيش العراق أزمة كبيرة أزاء الحجم الهائل من الأكاذيب والإشاعات والأخبار المفبركة نتيجة الانفتاح الإعلامي الواسع على برامج التواصل الاجتماعي التي تحاول خلط الأوراق وجر المجتمع لصدامات بينية ما يستدعي التأكد من صحة تلك الأخبار ورفض الملفق منها قبل الانزلاق في نشرها والترويج لها إن شودت سلام يا مهدي كأنها ترنيمة سماوية جاءت لتخبر أهل الأرض بقرب خروج الإمام الموعود ذلك الهدوء والحماس الذي طفقت به ألسنة العالم وهي تردد عبر لغات مختلفة بمشهد إلحاح لتعجيل الفرج كأنها تتحسس قرب ذلك اليوم المنتظر بظهور الإمام المنتظر ولا حيث تلك الأجواء الدامعة يأخذنا الزميل الحارث محمد في رحاب تقريره الآتي هي كلمات انطلقت بعفوية من أرض طوس ومن قرب أنيس النفوس تحمل في طياتها العبرة والدلالات شوق انتظار الموعود تجسدت بها وكأن الأرض تتهيأ لحدث مرتقب حدث يهز الوجدان تقشعر له الأبدان وسيكون مزلزلا للطغيان كلماتها والألحان جابت الأمصار والبلدان ترجمتها اللغات فكانت إيقونة الولاء والانتماء خاطبت العالم بما يفهم وأقدمت على الاعتزاز بمكانة الأعلم غرس القيم عند الأطفال منهج لرصانة المجتمع بعد سلسلة الهزات الفكرية والارتدادات الخطيرة السلبية يشعر اللي يأدي واللي يجي قدم قدم يشعر بالأمان ويشعر بالبيعة الجديدة نغرس الحب والأمل واللقاء بقلوب الأشبال فتيات نجدد البيعة إلى أمام المهدي رجل الله فرجه الشريف سلام يا مهدي بأداء نحن الصغار إن شاء الله نصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولأن العالم كقرية صغيرة توسعت الكلمات وأصبحت ترنيمة الأحرار في زمن تتقاذفه الأقدار زمن يعتز به الانتماء للأوطان مع ثبات العقيدة فإلى القائد البوعود ألف تحية وتحية من جيل رسمت دموعه معطيات القضية لتبلغ القلوب حناجر الولاء وتصدح الألسن عند سيد الشهداء سلام يا مهدي يا قائد الأمل والفداء سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنه على العهد لقناة الفرات الحارث محمد حقيقة انشودة مبهجة للقلب والعقل شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة